هل التخطيط لهذه المرحلة سنقول جامعة هل هو مختلف ولا هو زي وزي السنوات العامة مذكرة وامتحانيات وخلاص هو في الحقيقة مرحلة الجامعة دي مرحلة رائعة كل واحد هيعتبرها اللي لسه بدخلش الجامعة أنها هي أجمل فترات وأجمل سنين عمره حضراتكم لما تخرجتم وإحنا لما تخرجنا بنعتبر أن مرحلة الجامعة هي أجمل سنين عمره فعلا النقطة اللي حضر تكلم فيها هي مسألة التخطيط للتحول من تلميذ لطالب جامعي مسألة مهمة جدا إزاي أن أنا قدر أتكيف مع المناخ الجامعي اللي أنا ممكن أدخله وأنا عندي حاجتين إما دخلت كلية أنا كنت راغب فيها مجموعة جابني للكلية اللي أنا عايزها أو للأسف مجموعة جابني للكلية ما كنتش عايزها في كلتا الحالتين لابد الإنسان يحب ما يعمل ليحب المناخ أو الكلية اللي داخل فيها عشان يعرف يتفوق فيها دايما بقول لطلابي التمييز مش أنك تخش كلية غا بتسمى كلية قمة أو كلية معينة التمييز في اللي أنت دخلته إنك تبقى متميز ومختلف عشان حققت التمييز والاختلاف محتاجة زم حداك تفضلت إلى تخطيط حياة الجامعية حياة الجامعية تختلف عن حياتي الدراسية في المدرسة بننتقل بقى من ميستر وميس وقبلة إلى دكتور بنتعامل مع شخصيات بس أول سنة بنروح برضا نقول لهم يعني وهو ده اللي بيحصل لنا يعني إحنا بنوع مثلا 3-4 شهر أولانين يا ميستر يا ميستر لأنه لسه ما تعودش بعد كده بيعرف يعني المشكلة الأساسية إن كتير جدا من أولادنا لما بيجي يخش في الجامعة بيتخيل إنه هو داخل بقى خلاص لعالم الانطلاق والحرية التامة ولكن أنا هنا عايز أقول حاجة هي حرية بمسئولية بمعنى إنها حرية مشروطة أنت صحيح ممكن تبقى حر تحضر ما تحضرش وخصوصا فيه كليات النظرية مسألة الحضور وتسجيل الحضور والغياب والحضور دي مسألة ما بتبقاش واضحة لأنها عدد كبير جدا لكن في كليات العملية والتطبيقية اللي فيها سيكشنز وأعداد صغيرة ممكن جدا لازم فيه مسألة الحرور ناس كتير جدا بتقول خلاص أنا طالعا مش مطلوب من أحضر أنا هروح الجامعة وهبدأ بقعد كافتريات منتزهات أماكن عامة أماكن اجتماعية مش شرط أخش المحاضر أقول أستنى شوية مش ببداية السنة وخصوصا إن فيه بعض الناس بيتلقوا نصائحهم بعض الطلاب والطالبات بيأخذوا نصائحهم الطلاب الأدامة ربعا ربعا وثالثة اللي بيخشوا بقى ينظروا عليهم ويعملوا عليهم الكبار والتفاكر الفترة دي طبعا مشكلة كبيرة جدا إنك أنت تاخد نصائحك من حد محتاج نصائح ممكن هو اللي محتاج نصائح ومش كده وبس يعني أنا ممكن أسأله أقوله طب أنت تأديرك إيه ليه مسألت التأدير وليه مسألت الاختلاف في الجامعة مسألة إن أنا دايما بطلب النصيحة من الطالب المتفوق لأن الطالب المتفوق معناه طالب مهتم ومش معنا إن احنا بنقول الطفوق إن الحياة الجامعية حياة دراسة فقط الجميل بقى في حياة الجامعة إنها فيها أنشطة مختلفة بتسعى لبناء شخصية الطالب الجامعي طلب الجامعي مش محتاج إن طول النهار في المحاضرات لا إحنا عندنا فيه مسرح عندنا فيه أنشطة اجتماعية أنشطة الجوالة أنشطة خدمة مجتمع وبالتالي برضو فيه برامج خاصة بالتأهيل لسوق العمل وفيه برامج خاصة بتكوين الشخصية وبناء الشخصية الإنسانية الجامعة هي سمية جامعة لأنها تجمع ترجمة نانسي قنقر